دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس العاشر حامد من أنت؟ محمد أنا طالب بالجامعة حامد أأنت طالب بالجامعة؟ محمد أنا طالب جديد؟ محمد نعم أنا طالب جديد حامد من أين أنت؟ محمد أنا من الهندي حامد ما اسمك؟ محمد اسمي محمد حامد حامد ومن هذا الفتى الذي معك؟ محمد هو زميلي حامد أهو أيضا من الهندي؟ محمد محمد لا هو من اليابان حامد ما اسمه؟ محمد اسمه حمزة حامد ما لغتك يا محمد؟ محمد محمد لغة الأردية حامد أهي لغة سهلة؟ محمد نعم هي لغة سهلة حامد حامد وحمزة ما لغته؟ محمد لغته اليابانية وهي لغة صعبة اللغة اليابانية حامد أين أبوك يا محمد؟ محمد أبي في الكويت هو طبيب شهير حامد وأين أمك؟ محمد هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هناك حامد أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ محمد نعم ذهبت حامد حامد وزميلك أين أبوه؟ محمد أبوه في اليابان هو تاجر كبير حامد ألك أخ يا محمد؟ محمد نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهو معي هنا في المدينة المنورة ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها زوجها مهندس حامد أعندك سيارة يا أخي؟ محمد محمد لا ما عندي سيارة عندي دراجة حمزة عنده سيارة تمارين أجب عن الأسئلة الآتية ما اسمك؟ من أين أنت؟ ما لغتك؟ أين أبوك؟ أين أمك؟ ألك أخ؟ ألك أخت؟ أعندك سيارة؟ أعندك دراجة؟ أعندك قلم أعندك دفتر أأبوك تاجر من أين محمد؟ ما لغته؟ أين أبوه؟ أين أمه؟ من أين حمزة؟ ما لغته؟ أين أبوه؟ أين زينب؟ أين زوجها؟ أزوجها مدرس؟ ضعف الفراغ فيما يلي الضمير هو ها هذه البنت طالبة اسم زينب محمد طبيب وابن مهندس هذا الرجل تاجر كبير اسم عبد الله آمينة في الغرفة وأم في المطبخ عائشة طبيبة وأخت ممرضة خرج محمد من الفصل وخرج معه زميل هات خمسة أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي أعندك قلم نعم عندي قلم هات خمسة أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي أعندك قلم لا ما عندي قلم تَأَمَّلْ مَا يَلِي بَيْتٌ بَيْتٌ بَيْتُكَ بَيْتُهُ 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 بَيْتُهَا كُولُ بَيْتُهُ هَذَا قَلَمُكَ هَذَا قَلَمُهُ هَذَا قَلَمُهُ كتاب سرير اسم منديل ابن سيارة مفتاح يد اقرأ لي لك له لها لي أخت واحدة ألك أخ لا ما لي أخ أختي لها طفل صغير زميلي له أخ وأخت نقول عندي كتاب ونقول لي أخ لا نقول عندي أخ مع خرج حامد مع خالد ذهب الطبيب مع المهندس جلس المدرس جلس المدرس مع المدير من معك يا علي معي زميلي آمنة معها زوجها خَرَجَ خَرَجَ أَبِي مِنَ الْبَيْتِ مَنْ خَرَجَ مَعَهُ خَرَجَ مَعَهُ عَمِّي بَيْتٌ بَيْتُكَ بَيْتُهُ بَيْتُهَا بَيْتِي أَبٌ أَبُوكَ أَبُوهُ أَبُوهَا أَبِي أَخٌ أَخُوكَ أَخُوهُ أَخُوهَا أَخِي أَبِي وَأُمِّي فِي الْبَيْتِ أَينَ أَبُوكَ يَا حَامِدُ ذَهَبَ إِلَى السُّوْقِ أَأَخُوكَ طَبِيبٌ لَا هو مدرِّسٌ زَيْنَبُ فِي الْرِّيَاضِ أَخُوهَا فِي الْطَائِفِ وَأَبُوهَا فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ هذا الطالب أبوه وزيرٌ وأخوه تاجرٌ كبيرٌ ذهب أخي إلى المدرسة وَذَهَبَ أَبِي إِلَى الْجَامِعَةِ مُحَمَّدٌ خَالِدٌ حَامِدٌ عَبَّاسٌ مَحْمُودٌ حَمْزَةُ طَلْحَةُ أُسَامَةُ أُسَامَةُ مُعَاوِيَّةُ عِكْرِمَةُ إِقْرَأِ الْأَسْمَاءَ الْآتِيَةَ وَاضْبِطْ أَوَاخِرَهَا خَالِدٌ حَمْزَةُ عَمَّارٌ أَنَسٌ مُعَاوِيَّةُ حَامِدٌ أُسَامَةُ عِكْرِمَةُ عَبَّاسٌ مُحَمَّدٌ طَلْحَةُ الكَلِمَاتُ الجَدِيدَةُ الزَّمِيلُ الزَّوْجُ وَاحِدٌ فَتَنٌ مع الطفلُ الكويتُ اللُّغَةُ الزَّوْجَ عَلَةُ شكرا